الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السلام عليكم حسن الله إليك أنهم تزوج لها قرابة سبع سنوات تقول ولديها ابن تقول المشكلة هي أن زوجها هداه الله لا يصلي وإذا فاتته الصلاة لا يصليها على سبيل المثال تقول إلا قليلا وفي رمضان يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعصر لا والمغرب يستيقظ بدون منبه للإفطار ويصلي مع الجماعة المغرب ولا أعلم هل هو يصلي أم لا تقول المشكلة الأكبر أنه أكرمك الله يجامعها في نهال رمضان وليس مره مرتين بل تصل إلى ثلاثة أو أربع مرات في الشهر تقول وكل سنة هكذا إلى الآن لم يتب وفي هذا الشهر تقول إنها أفطرت مرتين بسببه وأنها تشعر بالندم والذنب وتأنيب الضمير تقول لأنه يداعبها ويتحرس فيها حتى تستسلم ولا تعلم ماذا تفعل تقول وحجته بذلك أنه بالليل لا يأتي لأنه مشغول تقول أنا لا أعلم كم أفطرت من السنوات الفائتة وماذا أفعل وهذه السنة تقول عليها يومين هي وزوجها ولا نستطيع أن نعتق رقبه ولا صيام شهرين فماذا يجب عليهم الحمد لله رب العالمين وبعد لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلوات الجماعة لأن الصلاة من أركان الإسلام وأعظم مبانيه الكبار فهي الركن الثاني من أركان الإسلام فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ويقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد وسف الله عز وجل من يتثاقل عن شهود الصلاة بأنه من المنافقين قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو قال الشرك تركوا الصلاة وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن حافظ عليهم كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عهد عند الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه فلا يجوز للمسلم إذا كان إسلامه صادقاً أن يتخلف عن شيء من فرائض الله في بيوت الله مع إخوانه المسلمين وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتخلف عن شيء من فرائض الله في بيتها فعلى المكلفين من الإنس والجن أن يصلوا فريضة الله عز وجل في وقتها إن كانوا يرجون جنةً عرضها السماوات والأرض فإن من أعظم ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة بعد التوحيد صلاته وأول ما ينظر في عمل الإنسان إنما هي الصلاة فمن صلحت صلاته نذر في باقي عمله ومن كانت صلاته فاسدة غير مقبولة أرد عليه باقي عمله فعلى العبد أن يتقي الله وأن يعلم أنه موجود في هذه الحياة لطاعة الله وعبادة الله وامتثال أمره وأما ما حصل منكما هداكم الله من الجماع في نهار رمضان فقد ارتكبت ما كبيرا من كبائر الذنوب فإن الجماع في نهار رمضان محرم بإجماع المسلمين يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا يقول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام من رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن أي في الليل وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام أي بترك الجماع والأكل والشرب وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هلقت وأهلكت قال وما أهلكك قال وقعت على أهلي وأنا صائم قال فهل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا الحديث بتمامه والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرتب على هذا المحرم كفارا وبين حرمته فهو محرم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها إذا أرادها على فعل هذا المحرم ومن لم ينزجر عن هذا الحرام فلا يجوز لمرأته أن تبقى عنده بل عليها أن تفر منه إلى بيت أهلها حتى لا يكون اجتماعهما مفضيا إلى شيء من المفاسد فإن المتقرر عند العلماء أن كل اجتماع أفضى إلى المفسد فالواجب تفريقه فإذا كان بقاؤها عنده في البيت في رمضان يجب هذا المحرم العظيم فإن المرأة لا يجوز لها أن تبقى عند هذا الزوج الذي يلزمها بفعل هذا المحرم ومن وقع منه شيء من ذلك فالواجب عليه أن يخرج كفارته ذكرا كان أو أنثى فعلى الزوج كفارة مستقلة وعلى المرأة إذا كانت عالمة مطاوعة كفارة مستقلة أخرى وإذا تكرر في أيام متعددة ففي كل يوم كفارته المستقلة ولا تتداخل الكفارات لاختلاف الأيام فلو كان الجماع تعدد في يوم لكفت كفارة واحدة وأما وقد تعدد في أيام متعددة ففي كل يوم كفارته المستقلة فيخرج رقابا بعدد الأيام التي جامع فيها هو وزوجته الزوج يخرج رقبة والمرأة تخرج رقبة أخرى فإذا كانوا قد فعلوا هذا الأمر في ثلاثة أيام فعليهم ثلاث رقاب على الزوج ثلاث رقاب والمرأة عليها ثلاث رقاب فإذا لم يجدوا رقبة يعتقوها فليصم كل واحد منهم شهرين متتابعين عن كل يوم إن كانوا يستطيعون ذلك فإن عجزوا عن ذلك فإنهم يطعمون عن كل يوم أفسدوه بالجماع ستين مسكينا هكذا قبت السنة الصحيحة والأدلة الرجيحة فخصال الكفارة في الجماع ثلاث خصال على الترتيب لا على التخير أن يعتقى الإنسان رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد فيطعم ستين مسكينا عن كل يوم أفسده مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل والعزم الأكيد على عدم معاودة هذا المحرم مرة أخرى أسأل الله أن يهديكم وأن يسلح قلوبكم وأن يكفيكم شرور نفوسكم وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن والله أعلم فإن قال السائل أنا لا أعلم عدد الأيام في السنوات الماضية فنقول يجب عليك أن تخرج من الكفارات ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به فإن كنت أيها السائل ترى أنك أبسدت ثلاثة أيام فثلاث كفارات وإن كان يغلب على ظنك في الرمضان الذي قبله أنها يومان فعليك كفارتان وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل لكن لا يجوز أن تبقى تلك الأيام التي أفسدتموها في رمضان بلا كفارتها بل عليكم أن تجتهدوا أنت وإياه في تذكر ما أفسدتموه من الأيام حتى يغلب على ظنكم عدد فتخرجون من الكفارات بقدر هذه الأيام التي أفسدتموها والله أعلم ترجمة نانسي قنقر